السلام عليكم ورحبا بكم معي فيديو جديد من وصفات ناجحة مع امال كان بغير نرحب الناس جديد لينضموا القناة الى كنتو كتشوفو الفيديو الاول مرة ما تنسوش جامو الشراك باش تدامونا وتوصلو دائما بالجديد بالنسبة الفيديو ديال اليوم غد نقترح عليكم عجينة ديال لوز اللي كان خرج منها 4 يشكيلات من حلوية لوز الراقية بطريقة سهلة ومبسطة لمبتدئين والمبتدئات اللي بغى المقادر والطريقة يتاب الفيديو للاخير عندي هنا يا 400 جرام ديال لوز اللي سلقته وقشرته مسحته مزيان وخليته تبات نخلطه مع 200 جرام ديال سكرسانيدا وغد نطحنهم مع بضيتهم مزيان نزيد لهم ثلاثة ديال مع القبار ديال الماء الزهر غادي نزيد لهم جوج مع القبار ديال المربل ميش ميش أو كوفيت دمش ماش عندك الخاص بالحلويات يعني ما يكونش فيه الطرفة ونزيد عليه بيضاء وصفار بيضاء رشيشة ديال الملح ونخلط المقادير كلهم غير بيضاء نخلطهم مزيان ومن بعد غادي نعجين العجينة تيالي مزيان حتى نحس بيهر طابط والعناصر نسجمت مع بضيتهم حتى نحس بيهر طابط مبينة ديال ومن بعد نزيد لها ربع مع القاة صغيرة ديال الخميرة الحلوة ومن بعد نزيد لها ربع مع القاة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة نقسمها ربع ديال الكورات بهذا الشكل هذا ونخلط كورة ونزيد لها مع القاة تكون عامرة كاكاومور كورة نعركها مزيان تكيد خلق كاكاو ونحن نحن نعركها مزيان تكيد خلق كاكاو في العجينة وتبدو اللون ديالها ويبلي مارو نسبة المقادر ديال تزيين عندي هنا يابايض بيضة اللي كانت طربه وندي نصف زلافة غيرها ديال زنجلان البيض ماشي زنجلان عادي نصف زلافة ديال انصف القرقاء مولات يكونوا بهذا الشكل هذا دائريين وميزان بطبيعة الحال باش نعبروا الكورات ويجيونها قياس واحد ونسبة اللعبار هنا يكون لها كورة كندير فيها ما بيه 17-18 قرام دوزة في بيض البيض ومن بعد كندوزها في الزنجلان البيض ومن بعد كنديرها في دوك المول ولمولات ما نضغطش عليه بزاف باش ما نخصرش ليها شكل ديالها ونستطيع بك العبار 17-18 قرام كندوزها في بيض البيض ومن بعد كنديرها في مول لا تضغطو عليها بزاف وكندشديا رفور واستمروها كامل من بعد نأخذ اللطن نغطيها ببابي كويسون ونستفيها الحلوة وفي الأخير نزوقها بأنصف القرقاء لا تخافوا من القرقاء لا تتحش من الحلوة لكن يبقى لاصق نصمر هذا لكي نكمل بالنسبة للشكل الثاني لدينا بيض بيض نصف زلافة اللوز كونكسة جوج مع الكبار الفاوكي مع السلا الكورات نفس العبار 17-18 جرام ندوزهم بيض البيض ومن بعد في اللوز كونكسة ومن بعد نضغطهم فدك الليمون غير شوية حتى نكمل كمية كاملة بالنسبة للشكل الثاني 12 حب شكل الثاني 12 حب نستفهم في اللعطة ومن بعد نزوقهم فاوكي الماسلة ونستمروا مع هاد شكل هادا حتى نكمله بنفس الطريقة نقضو شوية هكا بيديا كما كتشوفوا ماياش أشكال ساهلة وبسيطة اللي ما عندوش هاد المول هادا يقدر يستغنى عليه ماشي لازم ونضغو الشكل سائلت اللي عزيزة اللي أنا بزاف ساهل واقتصادي غدين ناخد الكورات كان عبرو فيهم 17-18 جرام كنديروهم فاة ميتين جرام ديس كار غلاسي بشكل هادا غدين فندهم مزيان ونضعو الأداء في اللاطة اللي كتكون فرشة بابي كويسون نضعو الكورات متبادين انهم ما فيهمش الخميرة المهم باش ميتلاسقوا مع بدياتهم ومن بعد كنزوقهم بأنصاف دي الحب الملوك ماسل شكل هادا شكل ساهل وزوين وداد في نفس الوقت فاة شكال الثالث نضيف الشكل الرابع بالنسبة للشكل الرابع كرة الرابعة نضيف معلقة كبيرة الفوكه الماسلة ونحاول ندخل في هذه الفوكه الماسلة مزيان الميزة هذه العجينة لا تقصح لا تقصح بالنسبة للزين نضيف الشرائح اللوز ونضيف بأصابيع في هذه الفوكه ونضيف الكرة نضيف بودان نضيف بأبيض البيض ونضيف نضيف الشرائح اللوز ونضيف ونضيف بودان سوف نضيف فرطي شرائح اللوز باش سوف نتجد جميل ونضيف بودان كيف نضيف كيف نضيف بودان كيف نضيف بودان كيف نضيف ؟ امتح الى الاشكال او اسوء او اسوء اصبحت اضغط قليلا بالاستخدام اضغط 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 لضع اضغط اصبحت 180 درجة الحلوة دينا كالطيبة واحدة من فوق ومن تحت بمدة 12-15 دقيقة ما تفوتوش لهذا المدة هذه باش ما تقصحش لكم و تبقى لكم معلكة وزوينا و جيكم الديدة كما يزوينا في المنظر نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون ناسي حسانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته